وفي كلمة له خلال المؤتمر كدى وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران سترد على كل مغامرة إسرائيلية وأن الأحداث الأخيرة في غزة والضفة أثبتت أن القضاء على المقاومة لم يكن إلا وهما إسرائيليا سنرد على كل مغامرة صهيونية كما فعلنا عند الهجوم على سفارتنا في دمشق الكيان الصهيوني أصل كل توتر في منطقتنا يجب العمل لوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وأن تنسحب إسرائيل من جميع أنحاء قطاع غزة مع ضمان عودة النازحين نؤكد الضرورة وحدة الدول الإسلامية لوضع حد لهذه الجرائم وإرسال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع إن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وفرض عقوبات مؤثرة لمنع تدفق السلاح إلى الكيان الصهيوني يمثلان طريقة مهمة لوقف الحرب والإبادة في غزة لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية مرة أخرى أن الخضاء على المقاومة لم يكن إلا توهما إسرائيليا وأن إرساء السلام والأمن والمستدام والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية وعودة النازحين الفلسطينيين إلى أراضيهم وضمان حقهم في تقرير المصير وعلى هامشي اجتماع المنظمة التقى عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان حيث أشار إلى أن عودة الأمن إلى المنطقة ووقف الحرب سيكونان في مصلحة جميع دولها داعيا إلى ضرورة بذل مزيدا من الجهود المشتركة لوقف العدوان بن فرحان أعرب عن أمله وقف الحرب مؤكدا أن القيادتين الإيرانية والسعودية تتحليان بالإدارة اللازمة لتوسيع العلاقات بين البلدين